السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله ومع الدرس الثالث من جمع قراءة حمزة الزياد رحمه الله وتعالى وقفل عند الآية رقم 13 لهم آمنوا هذا السكت المفصول في السكت دي خلاف والتحقيق دي خلاد كما آمن مد منفصل في الإشباع قالوا أنؤمن مد منفصل في الإشباع أنؤمن في الوقف في الإبدال أنؤمن كما آمن مد منفصل في الإشباع قولا واحدا السفهاء ألا مد المتصل في الإشباع قولا واحدا السفهاء في خمسة القياس ثلاثة الإبدال والروم التسهيل مع الروم بالمد والقصر وفي أتي التطبيق ألا إنهم مد منفصل فيه الإشباع قولا واحدا الصفهاء مرت معنا طيب نقرأ ونقف عندك كلمة الصفهاء نبدأ في التحقيق لحمزة في الساكن المفصول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قرأنا بالإبدال بالإشباع نعطف بالتوسط السفهاء القصر السفهاء نأتي بوجه الدست المعرم بالإشباع السفهاء بالقصر السفهاء نعطف بالسكت لخالف وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمن السفهاء نعطف بالتوسط السفهاء بالقصر السفهاء نأتي الآن بوجهه الدست المعرم بالإشباع السفهاء بالقصر السفهاء نفس الأمر نفس الأوجين وقفنا اختبارا على السفهاء الثانية نقرأ أَلَا إِنَّهُمْ أَنَّهُمْ هُمُ السفهاء وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ آية الموالية وإذا متوسط بزايد في التحقيق والتسهيل وإذا أو وإذا إن وقفنا عليها اختبارا قالوا آمنا مدموا الفاصل في الإشباع خالوا إلى الساكن مفصول فيه السكت والتحقيق السكت لخلف والتحقيق لأخلاد وخلف في الوقف على الساكن المفصول لو فيه النقل والتحقيق والسكت وخلّد له التحقيق في الوقف قالوا الثانية مدموا الفاصل في الإشباع معكم الساكن مفصول فيه السكت لخلف والتحقيق لخلّد مستاذئون فيه ثلاثة أوجوه وقفا التسهيل بين بين والحث وإبدالها يعن التسهيل مستاذئون يقول إمام الشاطب رحمه الله ويسمع بعد الكثل والضم همزه لدى فتحه يأنوى محوّل مقال وفي غير هذا بين بين أما الحث وفي مستاذئون الحدف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخمر أما إبدالها ياء ولخفش بعد الكثر للضم أبدال بياء وعنه رواه في عكسه طيب سيأتي التطبيق لكن سنقف على كلمة معكم أو نصل لا إشكال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قرأنا بالتحق في الساك المفصول وقفنا بالتسهيل في مستهزئون نقرأ بالحذف مستهزئون بياء مستهزئون نأتي بالساك تعالى المفصول لخالف وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 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 إذن ثلاثة أوجه على الساك وعلى التحقيق خالوا إلى يجلزوا في الوقف لخالف خالوا إلى خالوا إلى خالوا إلى الساك والنقل والتحقيق لكن في معكم لخالف الساك أو التحقيق أما النقل هنا ممنوع لا نقل في ممي الجمع الآية الموالية أو نقف عند هذه الآية إلى درسين جديد حتى يبقى الدرس في خمس دقائق أو أقل من ذلك أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته